يا رب كله اعمل اشتراك في القناة يا رب يدخل الجنة يا رب كما اعملوا اشتراك في القناة بليز الواحد بيضع بينا جدا والله فيديو النهاردة هو مسلسل زا ويتشر الموسم الاول الحلقة الاولى قصتنا بتبدأ مع جيرالد صياد وحوش قوي ومحصن بطريقة سحرية ومعروف باسم الساحر وبيكون في اميرة صغيرة اسمها سيريلا وهي قدر ومصيره في المستقبل فبتبدأ احداث المسلسل من الماضي مع جيرالد واللي بيكون في المستنقع بيصارع مخلوق شبه العنكبوت ومعروف باسم كيكومورا واللي بيحاول انه يغرق جيرالد في المستنقع بعد ما سيفه واقع منه بس بعد صراع قوي بيقدروا نمسك سيفه من تاني ويتخلص من قبضة الوحش القوية وبيطلع من المياه وبيموت بعدها جيرالد بيروح على كرية بلاكفين على امل انه يبيع جثة الكيكومورا اللي اصطاد وبيتقل الحانة بتاعة الكرية دي وبيكون عاوز حد يدله على بيت العمدة بس الناس اللي في المكان بيرفضوا مساعدته وبيكونوا مش مبسوطين من وجوده فبيبدأوا يضايقوه علشان هما ما بيحبوش الصحراء وبيطلبوا منه انه هو يمشي بس بيكون في واحدة اسمها رينفيري بتدفع عنه وبتقدر انها تخليهم كلهم يسكتوا وبتطلب له مشروب كمان وبيتعرفوا على بعض وبيقول لها انه صياد وحوش فهي بتقول له انا كمان صيادة وحوش وبيفضله يتكلمه مع بعض شوي لحد ما بتوصل بنت اسمها ماريلكا بنت العمدة اللي جيرالت عاوز يباعله الكيكمورا واللي بتقول له انه من اول ما وصل القرية وصرت كلها بقت على كل لسان وانه كله عارف ان فيه ساحر شرير موجود في القرية وبيتفاجئ انها بتقول له ان باباها مش هيشتر منه وحش كيكمورا لان باباها بيعتبر وحوش الكيكمورا مفيدة ليه عشان بتقلل عدد السكان اللي في القرية وان المنشور اللي هو عمله كان طالب فيه وحش اسمه غول الجرافر وبتعرفوا انه ممكن يروح لواحد ساحر اسمه ايران ممكن يساعده ويشتري منه وحش الكيكمورا ده وبتاخده وبيروحوا على البرج بتاع ايران وبيقابل واحد مش عاوز اسمه اللي بيقول له ان ايران مات من 200 سنة بس هو اخد اسمه كميراس منه عشان هو كان المساعد بتاعه وبيقول له كمان انه مش عاوز يشتري منه الكيكمورا ده هو خلى ماريكا اللي هي اصلا شغالة معاه تقابله بيه علشان هو عاوزه في مهمة تانية اصلا والمهمة هي انه يقتل رينفيري وبيحكي له قصتها وانها متصابة بلعنة اسمها لعنة الشمس السودة وان اللعنة دي بتصيب اي بنت تولدت في التوقيت اول كسوف كامل من 1200 سنة عشان تساعد في رجوع الهة شيطانية اسمها ليلل واللي عاوزة تبيد جنس البشر كلهم عايزة تقتل البشرية كلها بس هو قدر انه يلاقي بنات كتير من اللي تولدوا في الليلة دي وحاول انه يعالجهم منها بس كلهم ماتوا منه بسبب تفارات حصلت جوا جسمهم اسناء العلاج ومش فاضل غير البنت اللي اسمها رينفيري وبيقوله انها موتت وحش كتيرة اوي وهي صغيرة ولمساعد بتاعه هو كمان موتته بالبروش بتاعها وان المفروض انها تموت فاسرع وقت علشان يقدر يمنع وصول الاليها الشريرة ليلة بس بعد كل اللي هو قاله ده جيرالد بيرفض ان يساعده في انه يتخلص من رينفيري فبيضغط عليه وبيقوله انه كده هينقذ العالم من الالهة ليلة وان ليلة هتكون شر كبير قوي على العالم وموت رينفيري هو شر اهون من الاولين بس جيرالد بيقوله بص اذا كنت هختار بين شرين فانا افضل اني مش هختار حاجة اصلا وبيسيبوه وبيمشي بعدها بتقابله رينفيري وبتكون عارفة انه قابل وانه فهمه انها عاوزة تقتله فبيقول لها انا عرفت انت مين فبيقوله طب عرفت اني انا اصلا اميرة وان استريجوبور اعتدى علي وسرق مني املاكي ورماني في الشارع عشان مجرد تخيل في دماغه اني مصابة بلعنة الشمس السوداء وان استريجوبور بعت وراها الخادم بتاعه عشان يموتها وهي دفعت عن نفسها وموتته عشان كده هي لازم هيجي يوم وتنتقم من استريجوبور وتخليه يدفع تمن كل اللي هو عمله فيها وبتسأله انه لو مكانها كان هيعمل ايه خصوصا وان الناس بتقول عليه انه ساحر الشرير وبموت الناس زي ما استريجوبور بيقول عليها فبيقول لها انه لو موت الناس اللي بتهجمه هيزبط لهم كلامه عنه وانه فعلا شرير فبتقوم تطلب منه انه يساعدها عشان تموت استريجوبور بس جيرالت بيرفض وبيطلب منها انها تشيل فكرة الانتقام من دماغها وانه الاحسن انها تمشي من البلد دي وتشوف بلد تاني تعيش فيها بعيدة عن جو الانتقام اللي هي في ده وبيسيبها وبيمشي بس بالليل وهو نايم بيحلم بحلم بتكون في رينفري بتقول له انها رايحة على السوق بتاع القرية وبيقوم في زوم من النوم وبيروح على السوق فبيلاقي رجالتها مستنيينه وبيقولوله ان رينفري خطفت مارليكا ولازم يساعدها عشان تموت استريجوبور فبيقوم خلص عليهم كلهم وبعدها بتظهر رينفري وبتدور بينهم معركة بتنتهي بموتها بس بتقوله ان البند اللي في الغابة هي قدره وهو بيكون مستغرب جدا من كلامها في الوقت ده بتنقلنا الاحداث للمستقبل وبنروح لمملكة سيناترا وبنشوف الاميرة سيريلا واللي بتكون متنكرها في لبس الفلاحين وبتلعب مع الاولاد في شارع من شوارع مملكتها بس الحرس بتوع المملكة بيجوا وبيغضوها عشان بعدها تكون مع جدتها الملكة كالانسي وجوز جدتها الملك اس فحفلة مباركة الملكة للجنود بتوع المملكة وبيكون معاهم موس زي كاهن والبلاط الملكي ومستشار الملك وبيكونوا بيتناقشوا مع بعض ومشكلة الحرب مع قوات نيلفجارد والملكة بتكون مش عاوزة سيريلا تسمع الكلام في الموضوع علشان هي خايفة عليها وعاوزاها تستمتع بطفولتها بس اسريلا بتقول لها انها قرد في تاريخ العيلة انها حربت لما كانت في سنها وكذبت كمان بس جدتها بتقول لها ان الحرب دي شيء فظيع وبتخليها تقوم ترقص مع ابن امير من الموجودين في الحفلة فبيقوم اس تي يقول لها انها لازم تعرف عشان تكون مستعدة لو حصل وانهم خسروا الحرب لان هي اللي هتكون الملكة من بعدها وهتكمل الحرب فبتقول لها يا زعلانة خليها تستمتع بآخر حفلة لها عشان بعد كده هتشيل الهم تاني يوم بتكون سيريلا مع الكاهن مسوزاك في قضتها واللي بتكون الملكة معيناه كحراسة عليها هو والزابط لازلو عشان هي وجوزها بيكونوا في المعركة اللي بيخسروها وبتفضل سيريلا تتمشى في القصر وبتسمع قلق كل الموجودين فيه من خسارة الحرب بس فجأة بتسمع صوت جدتها فبتروح جري على القوضة وبتلاقيها متصابة جامد وبتموت وبتعرف منها ان جوز جدتها مات في الحرب وفي الوقت ده بيكون قوات العدو جد عشان تحتل المملكة وجدتها بتقول لها انها لازم تهرب مع لازلو وتدور على واحد اسمه جيرلت عشان هو اللي هيساعدها انها ترجع تسترد مملكتها من تاني بس وهي بتهرب مع لازلو بيقدر واحد من قوات العدو انه يموته ويخطفها وبتشوف مملكتها وهي بتتحرق فبتصرخ لدرجة انها بتوقع الحصان على الارض وبتخلي الرجل يحط ايده على ودانه من شدة القلم وبتلاقي صخرة كبيرة وقعت بينها وبينه فبتعمل شرخ كبير في الارض وبتقدر تهرب منه الحلقة التانية من المسلسل بتبدأ مع اسريلا واللي بتكون في الغابة المستخبية من جنود نيلف جارد اللي بيدوروا عليها بعدها بتحاول تاكل توت من الشجرة فبيظهر لها ولد قصم بيحذرها منه علشان التوت ده سام وبيعزمها على وجبة خفيفة من الغابة بعدها هما ماشيين بتشوف العلم بتاع مملكتها فبتروح عنده وبتلاقي مخيم لناس لاجئين من مملكتها وبيقابلها ولد وبيقول لها ان الهدوم اللي هي لابساها دي ابوه هو اللي عملها وبيعرفها ان ابوه واخوه ماتوا في الحرب من حروب المملكة بعدها بياخدها وبيعرفها على مامته واللي بترحب بيها وبتسألها عن اسمها فبتقوم ايلالها ان اسمها فيونا وبتصعب قوي على ام الولد بس بتلاقيها بتلوم على جدتها الملكة عشان هي السبب اللي هم في دلوقت بسبب الحروب اللي هي كانت بتدخلها وبالليل بتكون سوريلا مش عارفة تنام فبتتكلم معاها مامة الولد وبتحاول تطمنها وبتسألها عن باباها ومامتها فبتقول لها انهم ماتوا من زمان وان ربتها هي جدتها اللي ماتت في هجوم العدوة على المدينة بس فجأة بيحصل هجوم على المخيم وبيقدر لولد القصم انه يهرب بيها وبيروحوا على الغابة وبتعرف انه بيتكلم بس بيخاف يتكلم عشان الناسة تعرف انه من قبيلة الجن اللي اسمها الالفس وان اسمه دار وبيروحوا سواء عشان يدوروا على جيرل اللي بيكون جيرلت قاعد في مكان في كرية بوسادا وفي ولد اسمه جازكر بيغني لللاعدين في المكان بس اغانيه ما بتعجبهمش فبيروح يتكلم مع جيرلت وبيقوله انه هو الوحيد اللي ما اعترضش على اغانيه بس جيرلت بيسيبه وبيمشي فبيقوم وراه ولد تاني بيطلب منه انه يخلصهم من وحش بيسرق منهم الحبوب بتاعتهم وبيديله اتعابه مقدم كمان فبيروح جيرلت عشان يشوف الوحش ده وبيلاقي جازكر جاوراه وبيطلب منه انه يرجع بس جازكر بيرفض عشان هو معجب به ونفسه يعمل عنه روايات وبيوصلوا للمكان الوحش واللي بيرمي عليهم حجرين جيرلت بيتفادى واحد بس جازكر ما بيقدرش وفجأة بيظهر الوحش وبيحاول يضرب جيرلت بس جيرلت بيقدر يمسكه وبيعرف ان اسمه تورا فبيطلب منه جيرلت انه يمشي من الكرية دي ويسيب اهلاها في حالهم بس فجأة بيلاقي حد ضربه وبيغم عليه ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف عند ملك اسمه فيلا فاندرل ملك قبيلة من الجن اسمها الفس واللي كان بيصرب الحبوب من البشر عشانه وبيعرف انهم انطردوا من مملكة دول بلافانا بعد حربهم القديمة مع مملكة سيناترا فبيقول له جيرلت ان كده هيكون دايما في حرب بينه وبين البشر وفي الاخرى هلاقي نفسه بينضم على الناس اللي بتموت من شعبه عشان هيكون هو سبب في ده وبيعرض عليه فكرة انه يسيب البلد دي ويروح مكان تاني يقدر يبني فيه نفسه وشعبه من تاني وشكله كده اقتنع بكلامه فبيخليه يمشي هو وجازكر وبتروح بين الاحداث للماضي عشان تعرفنا على تفاصيل اكتر شوية عن قصة المسلسل وبنكون مع بنت صغيرة اسمها ينفر ليها ظهر احدى وبيكون في ولد وبنت من الكارية بتاعتها بيدربوها بس بتغمض عينها وبتفتحها بتلاقي نفسها في معبد غريب وبيكون فيه كاهن شاب اسمه بيتعبد فيه واول ما بيشوفها بيستغرب فبتسأله هي فين فبيقول لها انها في معبد وانها عندها كوة خارقة عشان كده هيقدر تيجي المكان ده وبيقول لها ان هي لازم تمشي من هنا قبل ما الساحرة تيصاي الكاهنة بتاعت المعبد تيجي تاخدها وبيعمل لها تعويزة بيفتح بيها صغب الزمن وبيرجعها للقرية بتاعتها من تاني بس الساحرة بتروح وراها وبتشتريها من باباها اللي بيباعها عشان يخلص من التنمر اللي بيتعرض له بسببها يونيفور بتكون زعلانة قوي وبتعايت وبتحاول انها تموت نفسها بس الساحرة بتنقذها وبتقول لها ان ما فيش حاجة تستاهل انها تموت نفسها علشانها وانها بدل ما تحاول تعمل كده تحاول تكتشف القوة الموجودة جواها وبتاخدها وبتوريها انها هنا مع بنات تاني عندهم قوة خاص وتعرضوا لمشاكل جامدة في حياتهم خلتهم اكتشفوا قوتهم اللي جواهم بالصدفة وان هي هتعلمهم السحر وانهم ازاي يتحكموا في القدرات اللي عندهم دي وبيكون اول درس ان هم يتعلموا ازاي يستخدموا تعويزة معينة عشان يرفعوا بيها الحجر في الهواء بس ينفر بتفشل في الدرس وبتسوم وبدروح على قدتها وتاني يوم بيكون في درسة عن سحر قرية الافكار وبتقعد كل بنتين قدام بعض وبتطلب منهم الساحرة ان كل واحدة فيهم تحاول انها تقرأ افكار التانية بس برضو ينفر بتفشل فبتقوم رايحة على أسترد وتحكيله عن فشلها المستمر واللي بيوسيها ويطلب منها انها ما تستسلمش وبيساعدها في انها تعمل قرية الافكار معاه وبتقدر انها تقرأ افكاره وبتكون فرحانة باللي هي عملت وبتفرح اكتر لما بتعرف منه ان افكاره دي هي الحاجات اللي هو بيفكر فيها عشان يعرف هي بتحب ايه فيهم بالزبط وده معناه انه بيحبها ويجي وقت درس تاني من دروس السحر والسحرة تساي بتاخد البنات على مكان في المعبد بتاعها وبتطلب من كل واحدة فيهم انها تحبس البرق في الازازة اللي في ايدها وبتتقدم اول بنت عشان تعمل السحر بس البرق بيدرابها بس بتقدر بنت اسمها قاليكا انها تحبس البرق جوالازة بتاعتها وبسبب اللي تركزها الازازة بتتكسر في وشه فبتدخل بعدها ينفر وبتاخد صعقة جمدة في جسمها بترميها في اخر المكان فبتقوم السحرة تقول لبنت اسمها سابرينا ورى الفشرة دول السحر ده بيتعمل ازاي وبتقدر سابرينا تحبس البرق جوالازة بس ينفر بتتغاز منها وبتحاول تضربها بصعقة برق بس الساحرة تيساي بتخبطها بعيدة عن سابرينا وبتقول لي ينفر واضح كده ان جسمك بيمتص الصواعق وبتقول لها كمان انها ما تخليش هواطفها تغلبها وتخليها تعمل فوضى عشان هي عايزة تعمل منها ساحرة كبيرة بس اللي هي بتعمله ده هتخليها تفكر كتير قبل ما تاخد القرار ده مش بس كده دي بتقول لها انها عارفة بتحب أستريد وهو بيحبه وهي لازم تبعدهم عن بعض فبتروح ينفر على أستريد وبتحكي له على اللي حصل فبيقول لها انه هيقدر يلاقي طريقة سحرية أقوى منها عشان يهربوا بيها من المكان ده وبياخدها بيوريها ان المكان ده كله كان بتاع قبيلة من الجن اسمها ألفز وانهم اول ناس عملوا التعويزات والسحر بس البشر دخلوا في حرب معاهم وقدروا ينتصر عليهم وهو عايز يخلي تذكرهم من خلال انه يستخدم طريقتهم في السحر ويتعلمها كويس فبتقول له ان ابوها كان من قبيلة الألفز وممتها من البشر وبسبب كده هي تصابت بلعنة خلت شكلها بقى في الحالة دي بس البشر موتوا باباها وممتها واخدها واحد من البشر ورباها وبعدها بتاخد الواردة السحرية اللي كانت مع أستريد وبتديها التساي وبنعرف انها خدعت أستريد غزبا عنها عشان تثبت لتساي الوفاء والثقة وبتسألها انها كده هتخليها تترقى وتبقى سحرة كبيرة ولا لا بس تساي ما بتردش عليها وبنلاقي كمان أستريد بيروح على كاهن معبد فاكرينه طبعا وبيقول له وجاكله كده بيكون مخصوب عليه ان البنت دي طلعت نصها من البشر ونصها من الجن وكده احنا صنعنا نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوش في القناة تاعت الاودانية والقناة دي وفوضوا الاكاونت بتاعي على انستجرام يارب يكون القصة عجبتكم السلام عليكم اشتركوا في القناة